السؤال الذي يطرح هنا كيف يمكن أن تؤثر هذه الزيارة على الديناميات السياسية في إقليم كردستان بشكل خاص وفي العراق بشكل عام شكرا على استضافة تحياتي لك أستاذ عادل ضيوفك ومشاهدي قناتكم الكرام من وجهة نظر أنها كانت رسالة بغض النظر لا أتحدث عن الملفات هي رسالة من قبل سيد مسعود برزاني إلى الداخل هناك في إقليم كردستان سواء على مستوى الكرد كمواطنين أو حتى بقية الأطراف السياسية على أن أربيل لا تزال تمتلك علاقة ستراتيجية ولا تزال تشكل واشنطن الطرف الضامن أولا والداعم ثانيا على مستوى الكيان في إقليم كردستان هذا من جانب ومن جانب آخر تعرضت حكومة إقليم كردستان إلى اهتزازات كبيرة جدا على مستوى الاتفاقات السياسية التي لم تنفذ وأيضا فيما يرتبط باستحقاقاتها المالية ويبدو بأنها تستشعر خطرا من إمكانية أن يكون هناك قرار يقوض الإقليم برمته وبالتالي هذه الزيارة في جزء منها هي محاولة لإرسال رسائل اطمئنان إلى داخل إقليم كردستان من أن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة بهذا الدعم طبعا فضلا عن ذلك بغض النظر عن الرسائل الداخلية لكن فيما يبدو بأن السيد مسرور برزاني يريد أن يقدم نفسه كحليف موثوق على حساب بغداد التي فيما يبدو بأنها تتراجع كحليف بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية خصوصا وأن حكومة الإطار التنسيقية التي ركزتها الفصائل المسلحة يبدو بأنها ماضية باتجاه انسحاب أمريكي يعني هكذا تمضي بغض النظر عن قبول أو عدم سريع أو جدول لكن السيد مسرور برزاني يحاول أن يقدم نفسه حليفا موثوقا وأنا بتصور حتى حديث وزير الخارجية الأمريكي أشار على أن أربيل أو أقليم كردستان لا تزال تمثل ركيزة أساسية وقد يكون هذا أفضل ما حصل عليه كجزء من السيد مسرور برزاني كجزء من الديناماتية التي نتحدث عنها الآن في فرضية السؤال نعم دكتور أحسن ولكن سمعت إلى ضيفنا أستاذ كيمت تحدث بأنه ربما لن يكون هناك تغير في الموقف الأمريكي من كثير من القضايا العالقة ما بين بغداد والمركز وأشار إلى أنها خيبة أمل ربما تكون هذه الزيارة يعني تحياتي لزميل كيمت لكن أتصور بأنه ليس بهذا المستوى من الأحباط الزيارة جاءت لنقل ملفات عديدة من قبل سيد مسرور برزاني يعني منها ما يرتوط بالجانب السياسي منها ما يرتوط اقتصادي أمني وأيضا على مستوى التحالف نعم الولايات المتحدة الأمريكية لا تزال تحث أربيل على أن تحل خلافاتها من خلال البوابة الاتحادية لكن في ذات الوقت واشنطن أتصور من أنها مع وجود حكومة تدعمها الفصائل المسلحة المعادية للولايات المتحدة الأمريكية قد تمنح أقليم كردستان أو سيد مسرور برزاني نوع من المحفزات أو نوع من الدعم لكن ليس على حساب الحكومة الاتحادية لكن مع ذلك أتصور بأنها لن تتخلى عن أربيل من وجهة نظري